طلق وزير الموارد المائية والرية هاني سويلة تقريرا بشأن أعمال الاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد وأوضح البيان أن المحطة تضم سبع وحدات للتصريف بطاقة يومية 5.6 مليون متر مكعب وتأتي المحطة ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغدائي ومواجهة التصحر